اليوم أصدل السطار رسميا على مشوار كالوس كيروش المدير الفني البرتغالي مع منتخبنا الوطني وأعلن انتحاد الكرة رسميا اليوم انتهاء التعاقد بين الاتحاد وكيروش بالتراضي وانتهت هذه العلاقة حتى الآن أو للأبد يعني غالبا للأبد ربما كالوس كيروش ما يرجعش تاني لمنتخب مصر راجل مشواره التدريبي يقترب من الانتهاء حتى لو عنده تجربة أخرى ربما لا يعود مرة أخرى للمنتخب الوطني الحكاية ايه بقى؟ الحكاية ايه؟ كلنا كإعلاميين وكصحفيين نقلنا لحضراتكم خلال الأيام الماضية ان كالوس كيروش مكمل مع منتخب مصر ده بناء على ايه؟ بناء على اتفاق في اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة المصري بأغلبية أعضائه كانوا مع فكرة استمرار كالوس كيروش وكان الحديث عن هيقعد لحد 2024 ولا 2026 وده اللي كان من المفترض أعضاء اتحاد الكرة هينقشون نهاردة العقد الجديد يبقى 2024 ولا 2026 قبل اجتماع الاتحاد الكرة جمال علام عمل فيديو كونفرنس مع كالوس كيروش وكان فيه رغبة من الطرفين على الاستمرار بس كالوس كيروش طلب بعض الطلبات منها تطوير الملاعب أرضية الملاعب تطوير المسابقات في الدوري وفي الكاس يبقى فيه معسكرات طويلة يقدر يعد فيها مع المنتخب بشكل أكبر يبقى فيه مباريات ودية يبقى فيه مساحات زمنية متاحة إنه يقدر يجمع فيها المنتخب كل فترة دي كانت طلبات كالوس كيروش وكان جمال علام أو أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة كان مرحب بهذه الأمور بعدها بساعة قبل اجتماع اتحاد الكرة قبل لغ كالوس كيروش في لسانة نصية جمال علام إنه مش عايز يكمل مع منتخب مصر أو مش هيقدر يكمل مع منتخب مصر الفترة اللي جاية وقال له إنه ما عندوش مشكلة فيه ما تبقى من تعاقده مع المنتخب المصر وعايز يخرج بالتراضي وعايز يخرج بشكل كويس من منتخب مصر دون أي مشاكل أو أي أزمات مع تمنياته بكامل توفيق للمنتخب في الفترة اللي جاية لكن والمؤكد إن كان رغبة اتحاد الكرة المصري بأغلبية الأعضاء هي استمرار قبل لغ كالوس كيروش مع منتخب مصر